اكد سعادة الدكتور رمزام العبدالنعيم وزير الاعلام أهمية الرياضة كعنصر مؤثر في تعزيز المهارات الوظيفية والسلوكية والاجتماعية لدى الأفراد والجماعات بما تتيحه من أجواء وأنشطة تنمي روح المسؤولية والتنافس فيما بينهم الأمر الذي يسهم في تعزيز مستويات الإنجاز والعطاء في مختلف المواقع وقال سعادة وزير الاعلام أن الاهتمام بقطاع الرياضة والشباب يشكل عنصرا رئيسيا في مسيرة التنمية الشاملة وقد استطاع هذا القطاع أن يحقق العديد من الإنجازات في ظل ما يحظى به من رعاية واهتمام من جلالة الملك المعظم وأكد سعادته أن قرار مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص يوم رياضي وطني في فبراير من كل عام يعكس إيمان الحكومة بدور الرياضة في تحسين جودة الحياة جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير الاعلام في الفعالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة يوم البحرين الرياضي وأشد سعادة وزير الاعلام بالجهود المتواصلة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة من أجل الارتقاء بالقطاع الرياضي في المملكة وأعرب سعادة وزير الاعلام عن جزيل الشكر والتقدير لجميع موظفي الوزارة على تفاعلهم الإيجابية مثمنا سعادته الدعم الذي قدمته شركة الخليج لصناعة البترو كيمويات جيبك لفعاليات يوم البحرين الرياضي في وزارة الاعلام وفي مقدمتها تدشين الممشى الرياضي في مجمع وزارة الاعلام بمسافة 1400 متر كمرحلة أولى من مبادرات متعددة تخدم هذا المجال الحقيقة اليوم هذا اللقاء الجميل مع جميع موظفي الوزارة في الاحتفاء باليوم الرياضي هذا اليوم الذي تعودنا في كل عام من مجلس الوزراء برئاسة سيد سمو العادي رئيس الوزراء يخصصها لممارسة الرياضة دعم لأهداف الحياة الصحية وتنفيذ لتوجهات سيد جاءات الملك بالاحتفاء دائما بالرياضة والاهتمام بها والاهتمام بمجال الصحة العامة أيضا شكر موصول لهيئة الرياضة برئاسة سيد سمو الشيخ خالد على جميع الفعاليات التي تم تنظيمها والتنسيق لهج وزارة الإعلام طبعا احتفت بهذا اليوم من خلال عدد من الألعاب التي تم تنظيمها في مبنى الوزارة منها لعبة الريشة وأيضا لعبة الكروسفت وأيضا تم تجشين الحقيقة ممشى داخل جمع الوزارة على طول كيلو 400 متر دعم من شركة الخليج البتركة موويات جبك ونشكر من الحقيقة على هذه الباجرة والحمد لله أن الحقيقة اليوم نشوف هذا الاجتماع الطيب وإن شاء الله بإذن الله الكل يستفيد من هذه البرامج الرياضية في هذا اليوم سعيدين بمشاركة الموظفين في وزارة شؤون الإعلام في فعاليات يوم البحرين الرياضي اللي دائما ما ننتظرها سنويا لتذكير الموظفين وأيضا الشعب البحريني بأهمية أن تكون الرياضة أسلوب حياة طبعا في وزارة الإعلام السنة قمنا بالعديد من الفعاليات لإرضاء جميع الأذواق منها تنس الريشة شفنا أيضا منافسات كبيرة في الكروسفت بالإضافة طبعا إلى المشية تم تخصيص ممشى راح يكون موجود دائما في الوزارة برعاية من جي بي آي سي لدائما طبعا الموظفين نحن عندنا في الوزارة يحبون يتمشون خصوصا حين شهر رمضان على الأبواب فدائما هذا الممشى موجود لاستخدامه في جميع الأوقات سواء عندهم وقت فراغ أو غيرها ما صار عندهم وقت إحنا كأعلوميين ساعات يصير عندنا صعوبة في ممارسة الرياضة فإحنا حبينا أننا تخصيص هذا الممشى علشان الجميع يستمتع بالمشي في هذه الأجواء الجميلة